اكد صاحب السمو الملكية الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على عمق العلاقات المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة والتي تحظى بكامل الاهتمام والرعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهم الله جاء ذلك خلال لقاء سموه في اطار حضوره نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ المنعقد بمدينة شرم الشيخ باخيه صاحب السمو رئيس دولة الامارات العربية المتحدة في جناح مملكة البحرين في المؤتمر حيث أكد سموه اهتمام المملكة الدائم بتعزيز مسارة التعاون مع دولة الإمارات في شتى المجالات بما فيها توحيد جهود مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على الأمن البيئي وقد طلع صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال زيارته لجناح مملكة البحرين في المؤتمر على ما اجتمل عليه من مبادرات تتمنها المملكة بهدف التغلب على التحديات المناخية والفرص الواعدة لجذب الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة